اللي تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حابب اقول لكم مميزات عنه وطريقة عمله بشكل اوضع الجهاز زي ما قلنا انه بيقدر يتخلص من السمنة الموضعية في اماكن معينة قد تكون صعبة على الضايت انه ينزلها يعني انا عندي الضايت بيشتغل على الجسم بشكل عام لكن انا حابب انزل مناطق معينة ومش حابب انزل باقي جسمي يعني في حد مش حابب ينزل باقي جسم وعايز يركز على منطقة معينة بنشتغل ده باللي هي التخصيص الموضعي عن طريق الاجهازة وده اجهازة تفتيت الدهون بالتجميد او التبريد اللي هي الزلتك راولاي بول سيد اللي عندنا بنقدر ننزل مناطق الدفوهات اللي بتظهر في مناطق الجوانب والبط بشكل كويس جدا خلال الشهر ممكن انزل 20 سنتي من المنطقة دي وبنشتغلها بنظام برامج يعني انا جاي عايز اخيص ببدأ احد كمية الدهون اللي في جسمك قد ايه؟ وقدر اقولك البرنامج المناسب لك ازاي تقدر يتمشي بيه على الاجهازة يعني مثلا المنطقة بنقدر نحدد جسم المثالي والمنطقة والمقاسي المثالي لكل جسم بناءا عن اطواله وبناءا عن اللي هو الجسم اللي وزنه يعني مثلا انا عندي جسم 160 سنتيمتر وزنه مثلا 80 كيلو ببدأ لازم منطقة الخسر عنده اللي هي المنطقة هنقدر نحدد منطقة الخسر اللي هي المنطقة الفايصل ما بين عظام الصدر مع عظام البط اللي هي المنطقة دي لو انا حابب احددتها لو انا واقف قدام راية ببدأ اعمل انحناء كده هو التجويف ده ده منطقة الخسر لازم منطقة الخسر ده لو انا طولي 160 سنتي لازم تكون بالنسبة للستات من 80 ل94 اذا تعدينا عن كده بنبدأ ندخل في مراحل سمنة زي ما احنا شايفين برضو الشغل الجهاز بيشتغل صورة قبل وبعد التخصيص عندنا زي ما احنا شايفين ازاي السمنة كانت متركمة في جسم الشخص قدامنا بككل وازاي اختلف منظره وهيئته وشكله تماما بعد التخصيص انه بقى انسان يقدر يقوم بالاجتماعيات في الحياة يقدر يشارك مع الناس لانه يقدر يلبس يقدر يتكلم بدون كسوف او حري مع اي حد زي ما احنا شايفين السمنة كانت متركزة في الجوانب دلوقتي بعد شهر تخصيص على الجهاز الزيلتك كريولا البولسس اختلف شكله تماما بالدفوهات والمناطق اللي هي السنايات المتكونة خلف الاكتاب ده كله شغل تخصيص موضعي وبناخد معاه ضايت خفيف او ممكن ننظم بس تنظيم الاكل بتاعنا بنعرض الحاجة اللي بعد كده ممكن نعرض صورة تانية لو فيه ماشي زي ما احنا شايفين برضو الشخص ده كان فيه منطقة ارداف ومنطقة ديفوهات كبيرة اختفت تماما ده شخص تاني اللي شوفه الحجم كان قديه واختلف قديه شوفه مظهر اللبس كان قبل ازاي ومظهر اللبس بعد التخصيص بقى ازاي يعني بنقدر احنا بنعمل ده عامل تحفيزي اللي هو حابب يبدأ علشان يقدر يشوف ازاي الفرق بيكون قبل وبعد على اساس المظهر والشكل واللبس وطريقة الماشي نفسها وطريقة الكلام بتختلف تماما يعني عندنا شايفين الشكل المظهر قبل وبعد ده كله عامل تحفيزي ده كله يعني خلال فترات من شهرين لتلاتة بنبدأ نظهر على شكل نحصل على شكل متناسق تماما احنا شايفين الاشكال قبل وبعد ياريت يكون ده حافز لللي بيشاهدونا دلوقتي انهم يفكروا يبدأوا مش ما يتأخروش لان عواقب السمنة اكتر